السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور يوم الأربعة 15 أيار مايو طبعا انتقال كوكب عطارد من برج الحمل لبرج الثور رح يكون الساعة 5 و 4 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينتش من عصر يوم الأربعاء ورح يظل موجود في برج الثور لغاية يوم الاثنين ثلاثة ستة الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش كوكب عطارد اللي معروف عنه انه هو كوكب المسؤول عن التفكير او قدرتنا على التفكير ونقل افكارنا للغير وتقوية الذاكرة والتحكم في الاتصالات والمواصلات هو بيعطينا لما بيكون ايجابي بيعطينا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الامور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته لما بيكون منتحس زي ما بنحيي في التوقعات اليومية بيعطينا العصبية وبعطينا برضو شوي انه ما بنقدر نوصل افكارنا بشكل جيد خلال فترة اللي هي الفترة القادمة اللي ذكرناها اللي هي من يوم 15 ايار 15.5 لغاية يوم 3.6 خلال هاي الفترة بيشعر موليد برج الثور بقوة الفكر والقدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزيد عندهم برضو الرغبة بالدراسة والمطالعة واجراء اتصالات او القيام بسفريات ضرورية بيستفيد معهم برضو موليد الابراج الترابية والابراج المائية يعني عندنا العذراء والجدي السرطان العقرب الحوت وكمان كل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج الثور طبعا الاشخاص اللي بينولدوا بيكون العطارد عندهم في برج الثور هذولا دائما افكارهم بتنصب حول الجانب العملي في الموضوع او في المواضيع اللي بتشغلهم بيتوصلوا لقرار ببطء بعد دراسة وتقييم لكل خطوة من خطواتهم وطبعا هذولا جمعا عنيدين جدا وبيتمسكوا باراءهم وافكارهم بغض النظر اذا كان الموضوع صائب او ما كان صائب عادي بظل ماسك برأيهم يعني صعب جدا يغير افكاره عشان نحدد انه هو رح يكون سعيد او منتحس فترة وجوده في برج الثور لازم اننا ننتبه لها الزوايا اللي رح يشكلها يعني ما بنعتمد على انه هو موجود بشرفه بوباله ببيته بمش عارف ايش هذا كلياته ماشي بيعطيه ايجابية او بيعطيه سلبية ولكن الزوايا اللي رح يشكلها هي اغلب او اكبر المتحكمين في سعودة ونحسة الكوكب في اثناء وجوده في اي برج عشان نشوف اول زاوية اول زاوية رح تكون عندنا يوم 17 خمسة زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية تأثيراتها يعني نقدر نحكي انه خمس ايام قبل وخمس ايام بعد تأثيرات بعد تاريخ 17 الشهر او قبل تاريخ 17 الشهر هاي زاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب انها نزاعات شديدة مع محيطنا ما بعض الاشخاص اللي بيشتكوا من مشاكل بالقلب بدهم يديروا بالهم لانه القلب بيكون نقطة ضعف من ازمات قلبية اسبابها العصبية او حوادث ايضا ابتيجي عن طريق النيران دوليا بالدل عن تقاد الصحافي للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وبيتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء واحتمال وقوع زلازل او حرائق وايضا حوادث سير بشكل مفاجئ اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 28-5 زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة ومن ثابر في اعمالنا او مشاريعنا وبصير هذا الوقت وقت مناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتطلب التركيز او لانجاز مضاربات عقارية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 31-5 وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين اورانوس بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وبرضو بيصعب علينا ايجاد حل لا مسائلنا يعني برضو بيصير فيه نوع من انواع العصبية بالمزاج ومنرتكب الاخطاء وبنتهور هذا وقت غير صالح للشراكات ما نعتمد على الحدث في هاي الفترة طبعا هاي زاوية برضو تأثيراتها بتكون خمس ايام قبل وخمس ايام بعد بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين ممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات او زلازل كما انها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة او الكتاب او الصحفيين للمتابعة والقضايا او يعني نوع من انواع المسائل القضائية والاعتقالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة زاوية بتكون يوم ثلاثة ستة اللي هو اخر يوم لوجود عطارد في برج التور طبعا برضو نفس الشيء تاثيراتها بتكون قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام منصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولها دون ان يعبروا عنها بصراحة زي ما لاحظنا انه الزواية ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة فعشان هيك يعني بدنا نعطي توقعاتنا ما بين الايجابية وما بين السلبية يعني مختلطة فممكن اعطي معلومة المعلومة هاي الضارب فيها يعني اقول لك في فرص للمال ولكن انتبه من الاموال يعني هذا بسبب الزواية فانت بتحس بهذا الموضوع على حسب الوضع اللي انت عايش فيها كانت الامور ميسرة معناته ايجابية معك اذا شفت الامور معركسة معناته انتبه انه تكون فيها بعض السلبية يعني بدك تاخذ الحذر على الجانبين وتستغل الفرص برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال ممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك او تحصل على ارباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية ولكن بتكون علاقاتك متوترة مع رفاقك بالعمل ممكن ترتكب بعض الاخطاء في اراءك او في احكامك اهم شي اذا في عندك توقيع وثائق مهمة راجعها ودقق بتفاصيلها برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءكم لان العطارد راح يكون موجود عندكم وهيك تقريبا بدأت مرحلة النشاط الكامل بتنشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات وبتتمكنوا من انجاز بعض الاعمال المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك بتعرف بعض الارهاق او الاجهاد بسبب عصبيتك وتلاهفك وسرعة انفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة لا بشكل سريع لازم تراجح حالك وتتأكد من قراراتك وكذلك تنقلاتك ممكن تسمع اخبار متناقضة خلال الفترة القادمة برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا بما انه عطارد راح يكون موجود في بيت المتاعب هو ما راح يعطي الضغط الكامل بسلبية الا في الزوايا السلبية ولكن بيبدأ اهتمامكم في المسائل اللي تتعلق بالغيبيات او الاشياء المخفية او الاسرار او الاشياء القديمة بتجد حلول للتخلص من مشاكل وصعبات ممكن انها تعيقك بتتعرض لكلام سيء او مثل افشاء اسرار او مؤامرة تحاك عليك او اشخاص بخطوك او باخدوا كلامك وبحرفوه اهم اشي انك ما تهتم لهم بشكل كبير هي فترة وبتعدي وبتنتهي لحالها بدون تدخلاتك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء ممكن تتعرف على اصدقاء جدد او ممكن تتلقى اخبار سارة من اصدقاء بقيمه خارج البلاد او بمكان بعيد او مثلا تنشط بالعلاقات الاجتماعية ممكن تقوم بمشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقائك ولكن بدك تنتبه انه ممكن بعض الصدقات يكون فيها بعض التوتر في هاي الفترة ويكون لك ردات فعل سلبي لانه لا تنسى انه الشمس بتقترب من بيت متاعبك فممكن تنتهي هاي العلاقات بشكل قطعي برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية او وضعك العملي او ترفيع او ترقي او ممكن يجيك بعض العروض لعمل مميز هاي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص ذوي نفوذ بتميل بهاي الفترة في بعض الاوقات وخصوصا لما بيكون عطارد منتحس لإهمال مشاريعك وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لبعض الشبهة او بعض الاتهامات حاول انك تحافظ على سمعتك بدون مجازفات او مغامرات او ردات فعل ممكن تشوه سمعتك وعليك التحلي بالصبر برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا معكو الطلاب الجامعيين او اللي بدرسوا ما بعد الثانوية العامة بيستفيدوا بدراستهم او باعمالهم او بمراسلاتهم وهاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات او التعامل مع الغرباء او الاجانب او اشخاص خارج البلاد ولكن عليك الحذر من الوعود لانه قلما شخص يوعدك بشيء ويوفي فيه بهاي الفترة يستحسن تجنب بعض السفر اللي بيجي بشكل مفاجئ او تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر اثناء تنقلاتك وايضا اتفقد امتعتك وحجوزاتك ويعني اذا كان السفر غير ضروري بفضل تأجيله برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بتنصب افكاركم حول ضبط اموركم المالية المشتركة اي الاموال اللي معك شريك فيها مثل بنك ضريبة تأمين ممكن تفكر بقرد او انها مسائل مالية او ميراث تجد حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية ولكن بزيد طيشك وعصبيتك وممكن تسمع اخبار سيئة اهم اشي انك تنتبه اثناء التوقيع على اوراق او كفالات وما بنصح اساسا انك تكفل حد بالفترة القادمة او داين حد فلوس طبعا برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا بزيد عندهم تبادل الاراء والافكار مع الشركاء شركاء المال او العاطفة او ما بينهم وبين الازواج وبتكون علاقاتكم مع زوجاتكم او ازواجكم او شركائكم مرضية بيطبعها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحكم ولكن ممكن يكون في بعض الخلافات او سوء التفاهم او يتحور الكلام او تفهم بطريقة خاطئة فحاول انه ما يكون لك ردات فعل سلبية مع شركاك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بتفيدكم افكاركم في التعامل مع زملاء العمل او بيصبح عملكم ممتع ممكن يكون في عمل جديد او يعرض عليك عمل جديد وبتزيد حيويتك وصحتك ولكن ممكن يكون في توتر في علاقاتك مع رفقاك بالعمل وحاول انك تحذر من الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتمارسوا نشاط ادبي وبتحثوا اولادكم على الدراسة هاي فترة نشاط فكري حيوية وممكن يعني يكون في لقاءات ممتعة في هاي الفترة اثر هيكون طيب على حياتك العاطفية حياتك المهنية الامور اللي الها علاقة بالترفيه او بالهوايات او بالتجميل او حتى مع الاحبة وبتقضي اوقات ممتعة هاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي وما لكنها فترة في لما بكون القمر منتحس ممكن تجعلك متردد وممكن تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لا اليك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بتنصب افكاركم حول المسائل اللي تتعلق بالعقارات عقارات الها علاقة ببيتك او تصليحات او شراء بيت او استئجار بيت او بيع عقار ما وايضا المسائل العائلية ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك او مثلا يكون في مناسبة او تنتظر خبر يتعلق بميلاد او طفل جديد او فرحة او خطوبة تتعلق فيك انت او في احد افراد العائلة هاي فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع تتعلق بالمنزل ايضا الاشخاص اللي بكونوا خارج البلاد ممكن يرجعوا لارض الوطن وبيعرف محيطك العائلي في بعض الاوقات توتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للارهاق العصبي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة الهواية ومع الموليد برج الحوت ممكن انهم يشتروا سيارة او اجهزة الكترونية جديدة كمبيوتر تلفزيون عاتف وهي فترة مهمة للقيام بالاسفار والدراسة والعمل والمشاركة في لقاءات او ندوات فكرية وممكن تسمع خبر في بعض الاوقات وخصوصا عند انتحاسة عطارد يعني خبر سيء بيجعلك متردد او متحير او بدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة او افشاء بعض الاسرار فبدك تكون حذر في كلامك ومراسلاتك ايضا هيك من كون انتهينا من اخبارنا الفلكية والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء